على كل مدى مجز لهم الأخبار مع منات فضل يمن شكرا ليك شازلي أتامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم يواصل وحجك بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق ورابع أيام عيد الأطحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج من جانبه أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح حج هذا العام على كافة الأصعيدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن حكومته استدعت سفير كندا للاحتجاج على قرار أتاوى تسليم ألمانيا توربينا أساسيا لتشغيل خط أنبيب الغاز الروسي نوردن ستريم 1 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو وقال زيلنسكي أن القرار الكندي لن ينظر إليه في موسكو سوى على أنه علامة ضغط حذر الاتحاد الأوروبي من موجات هجرة جديدة بسبب أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية إن نقص المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة يمثلان مخاطر أمنية من شأنها أن تدفع الناس لمغادرة بلدانه وأكدت يوهانسن ضرورة عدم الانتظار حتى حصول أزمة على حدود الاتحاد الأوروبي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انتشار الأسلحة حول المجتمعات الأمريكية لما يدين قتل وتعهد بايدن في مراسمة في البيت الأبيض بمناسبة توقيع قانون جديد بشأن ضبط الأسلحة بإعادة فرض حضر على الأسلحة الهجومية مشيرا إلى أن القانون الجديد هو أول تقدم مهم في 30 عاما لكنه غير كاف لوقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة نقل رئيس سريلانكا جوتابايا راجابسكا جوان إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطار الدولي الرئيس راجابسكا قد فر من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية السبت الماضي قبل وقت قصير على قيام ألاف المحتجين باقتحام المجمع الرئاسي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان أن راجابسكا سيستقيل غدا الأربعاء لإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة ألقى أفراد عائلة وأصدقاء رئيس الوزراء الياباني سابق شنزو أبي نظرة الوداء عليه في توكيو بعد يومين من اختياله بالرصاص خلال تجمع انتخابي ونقل جثمان أبي من منزل عائلته إلى معمد زوجوجي حيث سجيا لإلقاء نظرة الوداء عليه قبل جنازة خاصة اليوم أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن وذكرت الوكالة بعد الكشف عن الصورة التي انتقتها التلسكوب جيمس ويب وهو أكبر تلسكوب صنعه الإنسان وذلك بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصورة تظهر آلاف المجرات بما في ذلك الأجسام الخافتة التي انتقتها الأشعة تحت الحمراء وأوضحت الوكالة أن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون وقالت إن هذا الجزء يشمل رقعتين من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض وينظر إليها بطول ذرعي ورياضيا توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة أربع سنوات مقبلة خلفا لإيهاب جلال وقال روي فيتوريا فريق بنيفيكا البرتغالي للفوز ببطولة الدوري مرتين وكأس البرتغال مرة وكأس الرابطة مرة بالإضافة إلى لقب كأس السوبر البرتغالي مرتين كما نجح روي فيتوريا في قيادة النصر السعودي للفوز بلقب الدوري للمحترفين قبل أن ينجح أيضا في حظ لقب كأس السوبر السعودي نهاية مجزة الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل